وفي مأرب لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بنيران القوات الحكومية والمقاومة ووفقا لمصدر عسكري خاضت القوات الحكومية مواجهات عنيفة ضد العناصر الحوثية التي حاولت مهاجمة مواقع تتمركز فيها وحداتهم في جبهة الكسارة غربي المحافظة وأكد المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بينها قيادات عسكرية وميدانية تنتحل رتب متفاوتة وفي وقت سابق استهدفت وحدة المدفعية تعزيزة بشرية وعسكرية للميليشيا دفعت بها نحو عناصرها في ذات الجبهة وتمكنت وحدة المدفعية من تحقيق إصابات مباشرة ودمرت التعزيزات بالكامل قبل وصولها والتي كانت تضم أربعة أطقم قتالية تحمل عددا من المقاتلين والذخائر